اهلا بكم مشاهدي الفاستفير جاناليكم في قائد شديد اليوم غانتناولو معاكم موضوع اخر عنده علاقه بالتأمين دوينا على التأمين دي العقارات دوينا على التأمين دي الصحة واليوم غانتناولو على تأمين السيارات ومعانا باش نقشو هذا الموضوع كالعاده الخبير دي التأمين حسن حسني اهلا بك سي حسن شكرا اختي ماء شكرا على الاستضافة سي حسن مؤخرا لاحظنا بان كمجموعة من السيارات وقعوا اليوم حالة احتراق وسط الطريق بغينا لعرفوا هاد الحالة هادي واش اللي ولا تشايع مؤخرا واش كيتخلفها التأمين وكما كتعرفي جميع انواع السيارات يعني يمكن يلحق بهم شي عاطة اللي ادي الى حريق داخل مكونات السيارة وخصوصا في الجهة اللي فاها الموتوريزازيون اللي كتكون القدام بطبيعة الحال فبطبيعة الحال كين واحد الضامنة اللي كتتغطي له هاد المسألة هادي اللي هي الانساندي الحريق دونك كيمكن المؤمن انه يعني يخلص بيانسوق هاد الميل فادي لوقعت هاد الحديثة غير هو كيخص دائما سائق يكون عندو واحد اللي كيتفيل عافية طبيعة الحال خصو يكون دائما بيالاش بشي حد من تداعيات ديال ذاك الحريق لان هذه مسألة مهمة خصوصا تكون مني اشترتي لهذا المسألة اللي هي من الحبيجات اللي دارورة خصوصا يكونوا فمني كتتوقع ديال الحالة ديال مثلا شي حديثة او حالة احتراق مثلا ديالسيارة فشنو هم اهم الاجراءات الاولية اللي خصوص يدير السائق واشوف ميكا توقع اي حديثة كيف ما بغي يكون نوع دياله فاول اجراء كي يكون هو اننا بعدها كنحاولو اننا نضبطو هاداك المساحة اللي وقعت في الحديثة دونك كنسيكوريزيو هاداك المسجل اللي وقعت في الحديثة هلاش لانه يمكن يوقعو حواديثة اخرين لا قدر له دونك هذي مسألة مهمة في اللول دونك إلا كان حديث فقط مادي فكان عيطو بتبعي تحال الشركة ديال الاسيستانس اللي قبل باش يجي ديالباناج دونك كن حديث مادي فقط مكيش اعرض جسدية دونك جي الشركة دياللسيستانس من أجل الديالباناج وكان عيطو الكونستاتر دونك مكي جي لكونستاتر اللي كان عيطو عليه دابرة اولا تلو ايكونستات ولا هاتش كلو يعني كي دارب واحد اللي هي ديجياليزي فهو مني كي يجي فكي يخد كلتاق الصور للسيارات اللي هما موضوع الحديثة بطبيعة الحال وكي يخد المعينة ديال السائقين الجوج وكي يحاول يعرف شكون هو فيهم اللي تسبب في الحديثة وشو هدى فوتيف او للاخر او لكي يخد المسؤولية يعني المسؤولية مشتركة بين يعني المسؤولية مشتركة في طبيعة الحال تنشكرك دونك من اللي كي يعرفاتش فهو تعمر هدك الكونستات وتياخد الصور بيانسور ديال السيارة وتييسف طبيعة الحال تهو الكونستاتدالو كي يسفت هالالاطراف المانية باش للدوسية وللين فيه يخد المسؤولية ديالو لاسيستر نمر ديالو رائما كتكون او كارت مع الوراق ديال السيارة اما كتكون في الظهر ديال ديق الابوشت كتكون النمر داو تخصنا نتصلوا في الحين باش يجينا ديباناج باش بيسيوغنخويه هذه المنطقة مايبقاش فيها تبقي ديك الاحديثة تبقى محرق للسير. أما إذا كانت تحديتها التي فيها أضرار جسدية فمالازم أننا يعود أننا نحمي هذا البرمتر دي الأكسيدون. وانتصلوا بالوقاية المدنية أولاً من أجل إنقاذ الناس إذا كانوا الناس عندهم حالات خاطئة كانوا نعطوا الوقاية المدنية ومن اللي كانوا نعطوا الوقاية المدنية فهي تنقل الناس للمصحات في أسرع وقت وكانوا نعطوا الشرطة أو الرجال الدارك على حساب في نقعة الحديثة ودوبي تقبلها على الضمانات فتقدر تقلل منها أكثر من الضمانات اللي كتعطاها شركات دي التأمين والضمانات هي عديدة ومتعديدة وأول ضمانة اللي كي يخص أي واحد يديرها وهي المسؤولية المدنية لأن المسؤولية المدنية فهي كتحميك من اللي كتسبب أضرار الغير من اللي كتسبب أضرار الغير فأنت ملزم بأنك تلاحظك الأضرار لذلك المسؤولية المدنية هذا هو الاختصاص الأول ديالها وهاتش هي علش هي ضمانة اللي هي وليها بدأ من أي ساعي قد تكون عنده المسؤولية المدنية ومن غير المسؤولية المدنية فكين ضمانات أخرين اللي هي كتيرة بحل كيف ما تكلمتي على الانصان دي الحريق كيمكن اللي نتكلمو على الو بغي دو غلاس يعني الزاج ملي كي يتهرش وميكن هدرو على الزاج رمس في فقط ومن غير الزاج فكين ضمانات أخرى كين ما يسمى بلاتيخس كي يقول لاتيخس أو لاتوغيس كهدي فهي كتحميك إلى تعرضت الحادثة مثلا تقلبت لك السيارة ديالك أو لادرتي انشوك مع واحد لكوغ اللي هو فيكس أو الموبيل يعني ضربتي شي حجراء أو ضربتي شي بوتو أو ضربتي شي حاجة اللي هي ما كتتحركش أو لو قعت لك حادثة مع طرف آخر يعني فهدي فهي كنقولو هي ضمانة اللي هي متعددة شاملة طبيع الحال وكين ضمانة أخرى اللي كتسمى ضماج كوليزيون وهدي فقط اللي كتدير حادث مع واحد الادفرسير إدانتيفيه يعني مع واحد الوطنموبيلست خور أو معاشي راجيل أو يعني ولا بدك يكون خاصة تكون إينا تخبارتي وتكون معروفة شكوناية ولا بدك يكون ان كونستاء الميابل أو لا ام بي في دو بوليس أو دو جندرمري وبنسبة كل شيء بالدو بيتي على المسؤولية المدنية فإمتا كتنقص إمتا كتزاد المسؤولية المدنية فهي في الأول كيكون عندك انكويفيسيون ديل 1% يعني كتتخلص مئة في المئة ديل التمام اللي هو محدد من طرف الوطوريتي كمبتنت أو للسلطة اللي هي كتحدد إنقري تغيفاء ديل هاتش ديل المسؤولية المدنية بإلا كنتي واحد السائق اللي دوزتي 24 شهر ومتسببتي فتشي حادثة يعني كنتي عندكو حد السياق اللي هي معتبرة ومستوى فكيحيدولك أوتوماتيك مو 10% من هدك الثمن ديل المسؤولية المدنية وإلا في المثال المعاكس كنتي سرعيق اللي كيتسبب في حوادث فأوتوماتيك مو إلا تسببتي في حادثة اللي هي نتجو عليها أضرار مادية فتتخلص 20% زايدة على الثمن ديل المسؤولية المدنية وإلا تسببتي في حادثة اللي درتي أضرار مادية وجسدية فكيزد ذلك 30% وهذا كيمكنو يبقى طالح توصل 250% اللي هو الحد الأقصى دي الزيادة اللي ممكن اللي هتكون وبالنسبة للتعريفات والأسعار اللي معتمدة فهي كتختلف من شركة تأمين شركة تأمين وكما قدلنا في المسؤولية المدنية التامن فهو إليه ممشيتي وبالنسبة للضمانات المرافقة فهنا فين كي يجتهدو شركات تأمين فهما كي ينقصوا شوية من هادي كي يقدروا يزيدو بعض المرات تكلمنا على الإنسان دي تكلمنا على بريد غلاس تكلمنا على بزاف كيمزاف دي لغارانتي حتى داك الشي اللي مكان ش كي تتعتاش حالا دي ولا كي تتعتاد باع ذاك ديفون دالي زي ممكن كي يفعلو لهم دي كابتا وفعمتين ويمكن بزاف دي الأمور ليك ادخل فعال تأمين ليك شامل بزاف دوك يمكن هادا الضمانات الشركة دي 향تقدر هي تدير فيهم واحد الأمينة اللي هي مناسبة على حسب السوق والأمينة اللي في السوق يعني تهي شركة تأمين فكتخضى اللي في أتمينة ولي في منافسين اللي يديروا تهم الأمينة ديالهم لذلك تحاول أنها تكون دائماً كومبيتيتيفة فهذا هو الذي يمكن أن يكون فيما بعض المرات التي يبدأ لها بأنها برانش أو غارانتي بأنها فيها بثائف من السنسة التي يقعها بثائف الحوادث فهذا يمكن أن ترفع من الثمن هذه الضمانة أو ترفع من السقف الفرانشيز يعني هذه البقتلة التي يخلص المؤمن من جيبه من الأسئلة التي تطرح بثائف ولا نختم بها الحلقة ديالنا إمتى شركة التأمين ترفع الأسعار ديالها؟ شركة التأمين ترفع الأسعار ديالها؟ كيف ترفع الأسعار ديالها؟ من اللي يبلغها بأنه عندها خسارة مثلاً في شي ضمانة وهذه الخسارة تكون خونيك يعني تمتد له مدات نعم طبعاً فهذه الحالة فهي شركة التأمين تطلع من هذا السعر وكل أسعار التي تلعب بها دمها المسؤولية المدنية هذو مقننين فكيف مما قلت لك درسي حادثة اللولة اللي هي مادية 20% كتكون جسدية 30% دونك كين زيادات كيمكن اليوم يكون النقصان تاواتي تيكون هذو الليكي نشكرك سي حسان على الحضور ديالك ولهذا المعلومات لقد تمتيلنا والمشاهدين مشاهدين وصلنا لنهاية حرقتنا اليوم على أمل أننا نطلق لكم في اللقاء جديد وموضوع جديد ومع ضيف جديد إن شاء الله بسلام عليكم